جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها للمجتمع الدولي بممارسة الضغوط الكافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً ومساءلة المتورطين في الانتهاكات جاء ذلك خلال لقاء رئيس رابطة أمهات المختطفين أمت السلام الحاج مسؤول الشرق العوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الهولندية مارك جيريتس على هامش منتدى اليمن الدولي في لاهاي وناقش اللقاء قضية المختطفين والانتهاكات الواقعة بحقهم ومعاناة ذويهم وفق بيان نشرته الرابطة على موقعها الإلكتروني وأكدت رئيس الرابطة على أهمية إنصاف الضحايا وجبر ضررهم وتقديم الدعم النفسي لهم ولذويهم وتعويضهم التعويض العادل وشددت الأمهات على ضرورة الضغط على أطراف النزاع للإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا ومساءلة المتسببين في الانتهاكات الواقعة بحقهم كما شددت الحاج على ضرورة الخروج بآليات واضحة للعدالة التي ستساهم في إرساء سلام شامل في اليمن بما يكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعادة بناء التماسك الاجتماعي